السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة الكهرباء إلكتريك سنشاهد في هذه الحلقة أسهل وأبصر طريقة لحساب مقطع أو سمك الأسلاك وهي عبارة عن تطبيق هاتفي سيغنينا أو سيجنبنا الاعتماد على العملية الحسابية التي قمنا بها في الحلقة الماضية قبل أن أدخل في الشرح التطبيق أو البرنامج الكهربائي سأقوم بتكرار العملية الحسابية التي شاهدناها وسأضع معكم مثال تاني الكيفية حساب مقطع سلك الكهربائي لمضخة أخرى لأننا سنحتاج ذلك في الشرح والمقارنة حتى لا أطلع عليكم كل الحلقات المرتبطة بالشرح ستجدونها في وصف أو في شاشة نهاية الفيديو لنرفع فرص القناة وندخل بعد ذلك في الشرح بسم الله الرحمن الرحيم لدينا المعطيات التي أمامنا هي لمضخة أحادية الطور فاز ونيوترال تعمل بجود 220 فولت مثلا شدة تيار هي 11 أمبير وقدرتها هي 2000 واط سنقوم بتوصيلها على مسافة تبلغ 150 متر وسنستعمل سلك نحاسي إذن حسب المعادلة التي شادناها في الحلقة الماضية لحساب وتحديد مقطع السلك فإن مقطع السلك بالمليمتر مربع يساوي الطول 150 متر مضروب في عدد الموصلات وهو 2.نيوترال مضروب في شدة تيار أي 11 أمبير مضروب في المقاومة النوعية للنحاس يساوي 56.1 ننتقل إلى الجزء الأسفل من المعادلة الجود 220 فولت مضروب في نسبة لفقد المحركات أي 0.05 تساوي 11 سنقوم بقسمة 56.1 على 11 النتيجة هي 5.1 مليمتر مربع حسن جدا الآن سننتقل إلى أسهل طريقة لحساب مقطع السلك التي هي بالأساس موضوعنا في هذه الحلقة هي صراحة طريقتين للحساب يوفرها هذا التطبيق الكهربائي الذي سأضع لكم سأضع لكم رابطة تحميله من متجر تطبيقات في وصف الفيديو كما تشاهدون أمامكم هذا هو التطبيق الذي سنستعمله لحساب وتحديد مقطع السلك أولا أريد تنبيعكم من الأفضل تغيير هاتفكم إلى اللغة العربية حتى يظهر لكم التطبيق بشكله العربي الذي يظهر أمامكم ثانيا هناك العديد من الأقسام المهمة بداخله في مجال الكهربائي سأترككم تكتشفون تلك الأقسام بأنفسكم وقد أقوم بشرح عدة أشياء مستقبلا باستعمال هذا التطبيق لكن هناك أقسام ستجدونها مغلقة يجب عليكم شراؤها لأنني هنا أمتلك النسخة المدفوعة لكن ما يهمنا حاليا هو هذا القسم حساب مقطع السلك وهو قسم مجاني في هذا التطبيق هذا هو أهم شيء مفرح لنا حاليا عندما تدخلون إلى هذا القسم ستجدون بداخله طريقتين لحساب مقطع الأسلك الطريقة الأولى وهي الطريقة ESC أي حسب اللجنة الكهرباء التقنية الدولية التي تنظم لنا مجال الكهرباء عموما والطريقة الثانية هنا لو ضغطتم هنا سيتم تغيير الطريقة السابقة إلى طريقة أخرى وهي الـ NEC أي حسب المواصفات المعيارية الأمريكية حتى لا ترتاب فكلتا النظامين أو المرجعين لا يوجد بينهم اختلاف كبير بل حتى لا يستحق أن يذكر سنعود للطريقة الأولى أي حسب اللجنة الكهرباء تقنية الدولية ESC لنقوم بنفس العملية التي قمنا بحسابها في بداية هذه الحلقة حتى أشرح لكم المدخلات التي يجب عليكم استعمالها من أجل الحصول على نتيجة حسابية صحيحة لمقطع الأسلك طبعا سنستعمل نفس المعطيات التي استعملناها في العملية الحسابية حسن جدا أولا عليكم تحديد نوع شدة طيار هل هو طيار مستمر أو طيار متردد أحادي الطور أو متردد ثلاث الأطوار هذه المدخة هي أحادي الطور لذلك سنقوم بتحديد خيار طيار المتردد أحادي الطور ثانيا سنقوم بتحديد الجود الإسمي الذي تعمل به المدخة طبعا هو 220 فولت ثالثا سنقوم بإدخال قدرة المدخة بالواط قلنا أن قدرة المدخة هي 2000 واط إذن سنضع 2000 واط رابعا سنقوم بإدخال معامل قدرة أو كوسينسفي حسب لوحة بيانات المدخة معامل قدرة هنا هو 0.82 خمسا علينا إدخال طول السلك بالمتر قلنا أن الطول هو 150 متر ساديسا أقصى هبوط للجود صراحة كان علي شرح هذه النقطة سابقة لكن لن أركز عليها حاليا وسأشرحها بعجالة هبوط الجود هو نتيجة حتمية لاستعمال الأسلاق الكهربائية لمسافة طويلة يعني لا بد منه هبوط الجود إذا كنا سنستعمل الأسلاق لمسافة طويلة بسبب مقاومة الأسلاق وارتفاع طيار نيوترال لذلك دائما ما نجد أن الجود الكهربائي عند الحمل أو الجهاز الكهربائي يكون بقيمة أقل من القيمة التي نجدها في مدخل الأسلاق إذا كانت المسافة طويلة جدا وإذا كان هبوط الجود حاد أو كبير لقيمة الجود بسبب المسافة طويلة دائما ما نعالج هذه المشكلة باستعمال أو استبدال مقاطع الأسلاق بمقطع أكبر لتخفيض مقاومتها أو باستعمال نوعية خاصة من المحولات لكنني لن أدخل في التفاصيل أكثر سأشرح ذلك لاحقا المهم سنترك هبوط الجود في قيمته الافتراضية 4% كلما اخترنا قيمة أصغر سيرتفع أو سيزداد مقطع السلك عليكم تذكر هذا المعلومة جيدا سابعا لا بد أن نحدد نوع أو وضع التركيب أو الأسلاق كما تشاهدون هنا هناك عدة محددات حسب كل حالة لطريقة توصيل الأسلاق هذه المدخة هل هي عبارة عن أسلاق منفردة أو كاب الكهربائي متعدد هل هي في قناة أو مباشرة في الحائط أو في الأرض المهم سأترك الخيار الافتراضي لكن عليكم تحديد هذا الخيار بدقة تأمنا علينا تحديد المحيط الحراري أو درجة حرارة محيط الأسلاق هنا يمكنكم تحديد متوسط الحرارة التي تغلب على المكان طوال السنة سنتركه افتراضيا أيضا تاسعا نوعية الموصل قلنا أننا سنستعمل سلك نحاسي عاشرا نوعية المادة المكونة للعازل الأسلاق طبعا تلاسيك متعدد الكربونات أغلبية الأسلاق الكهربائية تستعمل هذا التلاسيك وأخيرا عدد الدوائر الكهربائية أو الأجهزة المتواجدة في نفس القناة أو نفس طول الخط سنقول هنا واحد أي أنه يوجد لدينا هنا فقط أسلاق المدخة ولا توجد أي توصيلات أخرى أو توصيلات لأجهزة أخرى الآن انتهينا من المدخلات سنقوم بالضغط على خيار الحساب وستظهر لنا النتيجة لاحظوا جيدا مقطع السلك الذي حدده لنا هذا التطبيق هو عشر مليمتر مربع والعملية الحسابية التي قمنا بها سابقا حددت لنا مقطع خمسة فاصيل واحد مليمتر مربع أو سنقول ستة مليمتر مربع يوجد هناك فرق طبعا ولكن لا تنشغلوا بهذا واتركواه جنبا سنعود له بعد قليل الآن سننتقل إلى الطريقة الثانية أو الطريقة الأمريكية إذا ضغطنا هنا سننتقل إلى الطريقة الثانية وهي الـ NEC والتي لن تطلب منا مدخلات كثيرة نوع الطيار طبعا متردد أحادي الجود مائة وعشرون فولت القدرة كنا الفين واط معامل القدرة كنا سفر فاصيل اثنان وثمانون الطول مائة وخمسون متر أقصى هبوط هو أربعة في المئة نوع التركيب في مصار أو كابل أو الأرض المحيط الحرارة سأتركه افتراضيا الموصل النحاسي طبعا سلك من النحاس بالنسبة لحرارة الموصل تكون موضوعة أو مكتوبة على السلك أو الكابل وهي درجة الحرارة القصوى أو أكبر درجة حرارة يتحملها السلك أو الكابل سنتركه افتراضيا طبعا أيضا إذن بعد الانتهاء من إدخال المعطيات سنضغط على حساب لاحظوا النتيجة التي تحدد لنا مقطع الكابل هنا هو 5.3 مليمتر مربع هذه النتيجة هي قريبة أو تساوي النتيجة الحسابية التي قمنا بحسابها في بداية هذه الحلقة والتي تحددنا عنها في الحلقة الماضية الآن سنضع النتائج 3 ونقارن بينها لأنني أريد أن أشرح لكم نقطة مهمة تقريبا هاتين النتيجتين متساويتين الطريقة التي قمنا بحسابها في البداية أو طريقة الحلقة الماضية والطريقة الأمريكية الـ N.O.C. التي في هذا التطبيق طبعا لكن لماذا الطريقة الكهروتقانية الدولية E.O.C. تعطي لنا قطر أكبر من اللازم؟ لاحظوا جيدا انتبهوا فرق الجود عند الحمل أو هبوط الجود هنا الطريقة E.O.C. قامت بحساب مقطع السلك المناسب لكنها أيضا قامت بزيادة المقطع للرفع من قيمة الجود الكهربائي أو تخفيض قيمة هبوط الجود بينما الطريقة الثانية الأمريكية والعملية الحسابية التي قمنا بها سابقا تحدد لنا فقط مقطع السلك لكن دون أن تكون هناك مراعاة لهبوط الجود حسب المسافة الطويلة نوعا ما إذن من هاتين الطريقتين التي قمت بشرحها أمامكم في هذه الحلقة لابد أن تختار أقل هبوط للجود لأن انخفاض قيمة الجود الكهربائي عند الحمل يؤدي ذلك إلى عدة أطار سلبية يعني من العملية الثلاثة في نظر الشخصي ومن الأحسن استعمال مقطع 10 ملم مربع رغم أن 5.3 أو 5.1 أو 6 ملم مربع مناسبة أيضا لكن سيؤثر هبوط الجود المرتفع على كفاءة وقدرة المضخة نحن نحاول إيجاد الحلول لكن في الكهرباء أحيانا حتى الحلول يكون لديها بعض الأضرار إما أضرار تقنية أو أضرار مالية في تكلفة علاج بعض المشاكل يعني من الأفضل إيجاد حلول بدون عواقب سلبية كبيرة نضطر إلى ذلك أحيانا هذا هو الأهم ولكم واسع النظر في اختيار المقطع الذي سيناسبكم حسب ظروف تشغيل وتوصيل وأيضا إمكانيات المادية المهم أن لا يتضرر الأسلاك من الحمل الزائد يعني إحدى المشاكل التي تواجهنا في شرح بعض المواضيع الكهربائية هو أنني لا أستطيع منع نفسي من التعمق أو التفرع في مواضيع جانبية أو منستقبلية أخرى لم أقم بوضع شرح كامل لها وأجد نفسي مضطرا لشرح تلك النقاط والابتعاد عن الموضوع الأساسي المهم لنا في هذه اللحظة حسب مراجع القناة والتي هي عبارة عن مواضيع التي شرحتها سابقا لكن كل شيء يلزمه فقط الوقت وأدعمكم وسيتم شرحه إن شاء الله وإزالة كل الغموض الذي يواجهكم في الكهرباء أتمنى أن أكون قد أوجزت لكم وأوفيت لكم شرح العملية الحسابية الخاصة بتحديد مقاطع الأسلاك إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة أشكركم على المشاهدة وإلى اللقاء